اليوم يوم كبير ويوم مشهود لأنه خرجوا فيها سبعة ديال المرضى متعافين من داء كوفيد-19 فيهم يعني واحد الزوج يعني رجل ومرأة وزوجته نتمنى لهم الشفاء العاجل نتمنى لهم السلامة والسعادة الزوج كان في الإنعاش لمدة أربعة أيام بعد حسنت الحالة ديالو ودازل استيشفاء العادي مع الأدوية مع الرعاية الطبية وهذه المناسبة كان شكر الأطقم الطبية التمريدية وكذلك مساعدين التمريديين وعمل نظافة وكل أطقم اللوجستية التي تساعد الأطقم الصحية في عملها لأنهم يضحون بحياتهم العادية مع عائلتهم لمواكبة ورعاية مرضى كوفيد-19 هناك حراسة 24 ساعة إلى 24 ساعة يعني كيجي فارق 24 ساعة كيهتم بالمرضى وكيمشي الصباح وكيجي فارق ثاني 24 ساعة أخرى ويهتموا بالمرضى تاركين عائلتهم وأسرهم لكي يحميهم من خطر العدوى بكورونا فيروس إذن هاد اليوم خرجوا هاد الناس إحنا فرحانين بزاف كإدارة والحمد لله فقاش ما كتكون شي حالة تعافية فرحة عامل أطقم الطبية لأنهم نجحوا في المهمة ديالهم وبهاد المناسبة كان نوجه رسالة للمواطن المغربي ومع تمديد الحجر الصحي أن يحترم الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية والوقائية التي دعت إليها وزارة الصحة وكنشكر الوزارة على الاستباقية ديالها والحكومة المغربية بكل مكوناتها لجميع الإجراءات اللي يحتدى بها على الصعيد العالمي واللي اتخذتها منذ انطلاق جائحة كوفيد إذن الشكر الخالص للأطقم الطبية والتمريدية لتفانيها في أداء الواجب والحمد لله هو واجب مهني وفي نفس الوقت واجب وطني وهم جنود الخفاء وهم جنود الجبهة الأولى معرضين حياتهم للخطر لإنقاذ الآخرين والحمد لله عندما نرى البسمة على الشفاهي المتعافين هذا هو الجزاء الحمد لله اللي عندنا في الدنيا هو الجزاء الكبير اللي عندنا ممكن نشوف ذلك البسمة بأنهم رجعين لأسر ديالهم بذلك الفرحة بعد أن يقضوا فترة فترة نقاها قبل الالتحاق بمنازلهم بالنسبة للرسالة اللي كان بغن نقدم المغاربة كافتا تنقلهم الله يخليكم حاولوا تلتزموا بيوت ديالكم في هذا الشهر رمضان الكريم لأننا نخصنا ضروري باش نحاصروا هاد الوباء كاملين وتتعاونوا معنا والتزموا بيوت ديالكم تزموا بيوت ديالكم الله يخليكم باش نقدروا نرجعوا للحياة الطبيعية اللي كنا عايشين فيها وتنتمنى شفاء جميع المصابين في جميع أنحاء المملكة شكراً ترجمة نانسي قنقر